يا زينا يا جماعة الناس تعمل لي لايك كده. لو انا صوتي تمام. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم معكم مستر محمود رشاد. ان شاء الله الحصة بتاعت النهاردة هتكلم عن جزئتين. الجزء الاولاني هيتكلم عن حاجة اسمها التكرار. والجزء التاني هيتكلم عن حاجة اسمها التفرق. اللي اتنين دولار بيتكلموا عن حاجات في البرمجة. طيب. تاني. احنا المرة اللي فاتت كنا تكلمنا عن حاجة اسمها متغيرات. وعندنا حاجة اسمها سوابت. ايه المتغيرات? وايه السوابت? المتغيرات الحاجات اللي بتتغير. اللي هي الالعاب اللي بتتغير. اللي انا باخدها وانا وانا بلعب. دي اسمها متغيرات. طيب. السوابت بقى السوابت الحاجات السابتة. زي الالوان كده اللي موجودة عندنا. الالوان دية عمرها ما هتتغير. طيب كده? طيب. الدرس بتاع النهاردة ان شاء الله هيتكلم عندنا. اولا في الجزء الاولاني هنتكلم عن حاجة اسمها البرمجة تعتمد على الكائنات. يعني اي بقى الكائنات ديت? اي حاجة في حياتنا اليومية الكمبيوتر بيتعامل معها على انها كائن. يعني كائن كائن دوت اللي هو حاجة اسمها بالانجليش كده احنا بنقولها حاجة اسمها يعني اي حاجة في حياتنا اليومية تعتبر يعني تعتبر تعتبر زي مسلا المروحة التلاجة الغسالة التلاجة. انا شاء انا ذات نفسي عبارة عن كائن. اي حاجة موجودة عندنا الترابيزة الماوس الكومبيوتر الكيبورد الشاشة. دي كلها عبارة عن كائنات. احنا لما بنجي نعمل اي لعبة مسلا موجودة عندنا البوتن ده شكل ده عبارة عن كائن. واي كائن موجود عندنا ليه حاجة اسمها خصائص ووسائل واحداث. يعني ايه الكلام دوت? قبل بس اقول لكم يعني ايه الكلام ده? هنفترض مسلا ان احنا عندنا كائن زي الالم مسلا. الالم دوت اللي موجودة عندنا يعتبر ايه? يعتبر كائن. طيب. الالم دوت اول حاجة عندنا بيبقى ليه خصائص. ايه الخصائص بتاعته? زي الاسم. نوعه. اللون. الحجم. دي كلها كده عبارة عن ايه? خصائص. خصائص? اه خصائص. تاني. احنا تاني عندنا حاجة اسمها او كائن. الكائن دوت ليه تلات حاجات زي ما نقول كده مميزات. ايه التلات حاجات اللي موجودين عندنا? اول حاجة عندنا احنا قلناها قلنا عندنا حاجة اسمها خصائص. ايه الخصائص ديت? خصائص ديت اللي هو اسم الكائن دوت ايه? اسم الالم اللي انت بتكتب بي ايه? روتو مسلا. او بك. اسم الالم ايه? طب. تاني نوع آآ تاني حاجة عندنا النوع. نوع القلم دوت آآ اللي موجود عندك ايه? القلم حبر. قلم جاف. قلم بورد. ويت بورد او ايه او ماركر. نوع القلم دوت ايه? ثالث حاجة اللون. لون القلم دوت ذات نفسه ايه? اخر حاجة عندنا الحجم. حجم القلم قد ايه? اللي هو حجم حجم السن بتاع القلم اللي هو آآ بوينت سيفن بوينت سري. ده ايه? ده اسم الحجم. دي كده اسمها ايه? خصائص مميزات كده حاجة موجودة اعرفها. بمعنى تاني بطريقة سهلة. انا لو حبيت اقول تعرف محمود? اه طب معلش انا ما عرفوش. اه يوصف ولي كده? اقول لك لأ بص هو مثلا لونه ابيض لونه اصمر شعر وكزا طويل قصير. ده اسمه وصف اللي اسمها خصائص. بوصف الحاجة بتاعتي. طيب. تاني حاجة عندنا حاجة اسمها الاحداث. والاحداث دي الحاجة اللي بتحصل عالكائن عشان ينفزها. يعني امتى هينفز? دي اسمها الاحداث. اللي الفعل اللي بيقع على الكائن. عشان يشتغل. طب تالت حاجة عندي تالت حاجة عندي حاجة اسمها الوسائل. يعني الطريقة اللي هيستخدمها او التعليمات اللي هينفزها الكائن دوت. بمعنى تاني. انا قلت لكم انا ذات نفسي عبارة عن كائن. انا عشان كائن ليه اسم. وليه نوع. وليه لون. لون بشرتي. وليه حجم اللي هو الطول بتاعي. طب تاني حاجة عندي. حاجة اسمها الاحداث. انا ربنا خلقني علشان. علشان ايه? علشان اصلي. لو صليت دي اسمها حدث. طيب الوسائل دي بقى دي التعليمات والاوامر اللي المفروض انا اعملها. اللي هو اصوم اصلي ازكي. يعني المفروض ان انا التعليمات اللي موجودة عندي لما نفزها دي اسمها حدث. الحاجة لان نفزت. نفزت خلاص. نفزت الحاجة موجودة عندي. يعني خلاص صليت. زكيت. صمت. ده اسمه حدث. نفزت الحاجة اللي مطلبه مني. طب بتريقة تانية. القلم. القلم احنا دوت عبارة عن عن كأن لخصائص. طيب. القلم دوت احنا بنستخدمه علشان نكتب بيه. دي اسمها وسيلة. التعليمات والاوامر اللي مفروض ان هو ينفزها. ان هو يكتب. هو اصلا معمول عشان يكتب. طيب. مسكت القلم وراح تجيع البرد وراح تكاتب. بقى دي اسمها احداث. ايه احداث? نفزت الحاجة اللي الكائن اتعمل عشانها. نفزت بقى خلاص. تم كده? طيب. الاحداث دي ممكن تبقى مسلا في الماوس عندنا اول لما دوس خلاص كده اوتوماتيك كده خلاص الكائن نفز الحاجة اللي هو كان معمول عشان. خلاص تمام كده? طيب. انه هرجع تاني كده بالراحة. نرجع تاني برضو كل اللي احنا قلنا ده انا هقوله تاني بتريقة سهلة خالص. عشان الناس بقى مركزها معي. تمام. احنا قلنا بنتكلم النهاردة عن حاجة ايه? حاجة اسمها التفرع والتكرار. وقبل ما نتكلم عن التفرع والتكرار لازم نتكلم عن حاجة اسمها الكائنات. اللي هي الاوبجيكت. ايه الكائنات ديت? الكائنات ديت اللي هي الحاجات اللي موجودة في حياتنا اليومية. زي الماوس. زي الكيبورد. زي التلاجة الغسالة. البوتوجاز. اللابتوب. الكمبيوتر. التلفزيون. المروحة. انا شخصيا. الترابيزة. الكرسي. اي حاجة عندنا تعتبر كائن. بالكمبيوتر. الاكس دي اللي احنا بنقفل منها. دي عبارة عن ايه? دي عبارة عن كائن هي كمان. طيب. الاكس اللي موجودة قدامنا دي. عندها بقى تلات حاجات. خصائص. وسائل. واحداث. ايه الخصائص? الاكس ديت. ايه الخصائص بتاعتها? اولا لها اسم. دي عبارة عن كلوز. بنستخدمها عشان نقفل. طب تاني حاجة عندي في الخصائص. ليها لون. يعني ليها اللي هو اللي احمر ده. طب مسلا تالت حاجة عندي موجودة برضو في الخصائص. ليها حجم. الحجم بتاعة البوتن ده هو قد ايه? كبير? صغير. دي كلها عبارة عن ايه? خصائص. طب تاني حاجة عندي الوسائل. البوتن دي معمولة ان علشان تقفل. هل انا لو دست دلوقتي كده وقفلت? يعني لو انا دلوقتي دست كده وقفلت? ده اسمه ايه? حدث. نفست الحاجة اللي هي اتعملت عشانها. انا الترابيزة معمولة علشان اسند عليها. لو انا دلوقتي اسمها ايه? طبعا معمولة عشان اسند عليها دي كده اسمها وسايد. الحدث بقى ان انا اقعد واسند عليها فعلا. انا فز بقى الحاجة اللي هي اتعملت عشانه. طيب اهو زي ما احنا قلنا الخصائص زي الاسم النوع اللون الحجم الاحداث اللي هو الفعل الذي يقع على الكئن حتى يعمل الحاجة اللي هتحصل عليك عشان تنفز بقى. ان انا صمت. ان انا صليت. ان انا زكيت. ان انا حجيت. ان انا رحت المدرسة. كبت العربية. قفلت باب العربية. دي كلها حاجة حصلت. طب الوسائل بقى الحاجة دي معمولة عشان ايه? العربية معمولة علشان ايه? نركبها والروح بقى مشاوية. بيسمها وسيلة. عشان كده بيسمها وسيلة مواصلات مسلا. الطيارة نفس الكلام. الطيارة تعتبر كائن. لها اسم. اير باس كزا. لها نوع. لها لون. لها حجم. دي كلها الخصائص بتاعتها. طب احنا بنستخدمها علشان وسيلة تودينا مكان تاني. اللي هي التعليمات والامر اللي هي المبروز بتنفذها. ان هي يلا يا طيارة وديني هناك. اللي هو البيلوت مثلا. اللي هو الطيارة الالفة. طب الاحداث ان توديني فعلا المكان التاني اللي انا عايزه. الحاجة اللي انا عايزها هتوديني هناك. مش كده? دي الاول حاجة عندنا هو الجزء اللي هو في الاول خالص اللي احنا هنتكلم عنه الخاصة الكائن. طيب. استأذنكم محدش يرفع ايديه. لو الناس تمام وسودي تمام يا جماعة اعملوا لي معلش رايك ان كله تمام. اوكي خلاص اوكي تمام تمام. طيب هنتكلم بقى دلوقتي عن حاجة اسمها التفرق. ايه التفرق دوت? التفرق دوت فيه منه فيه من نوعين. النوع الاولاني اسمه والنوع التاني اسمه ايه بقى النوعين دولت? النوع الاولاني اللي هو ان انا اسأل السؤال? والسؤال دوت ليه اجابة واحدة بس. ده اللي هو اف زن. طيب اف زن الس؟ السؤال دوت لقى تاني. يعني اف اسأل السؤال. زن الاجابة لو صح. الاجابة لو غلط. طيب واللي فوق ا اف هاسأل السؤال هنفذ الاجابة لو صح. طيب الاكل خلط ولا اكيد نعرفها. ولا اي حاجة خالص. طيب يعني مسلا زي ايه? مسلا زي كده. نجي مسلا ناخد كده هو? اولا بتاعها او بتاعها بالكده كده ايف? السؤال زن. الاجابة يعني ايف بنكتب انا السؤال اللي انا عايزه? زن. الاجابة اللي انا عايزة وبعد كده طيب يعني مسلا انا جيت قلت لك كده عندي اكس بتن. ايف ان الاكس بيجر الفايف دي ده علامة البيجر. ها يعني ايف لو الاكس بيجر فايف زن. لو الاكس اللي هي بتن دقيقة اكبر من الفايف زن طلع لي طلع لي رسالة مكتوب جواها جد. طيب يعني انا دلوقتي اوه هي الاكس بكام بتن? هي التن بيجر الفايف اه طالما ان اه طلع لي جد. طب الافس اللي فوق دي لو كانتش بتن كانت رقم قال لي من تن لا. لو كانت مسلا فور لا ما كانش هيطلع لي جد. ولكن انا هيعمل اي حاجة خالص. خلاص تاهم كده? دي اللي هي ايف زن. تاني. ايف دوت ايف زن? دي اسمها ايف ستاتمنت. بنسأل سؤال والسؤال دوت بنسأل سؤال اللي هو دوت اسمه اللي هي ايفس بيجر فايف ده اسمه بنسأل سؤال والسؤال دوت ببالي اجابة واحدة بس. خلاص تاهم كده? طيب يعني مسلا زي ايه? انا جيت قلت لك مسلا جي عندي. فدلوقتي انت الطبيعي ان انت هتطلع لي اجابة من الاتنين. فانت لو قلتلي اه خلاص انا هحط لك اكل. شكرا. طيب لو قلتلي لأ انا مش ممكن ما رضيش عليك اصلا. خلاص بقى. انا سألتك سؤال كده وخلاص. فانا عندي هنا انا بنفذ لو الاجابة. طيب لو اجابة فالس ما بعملش اي حاجة خالص. دي اول واحدة عندي اللي هي ايف زن. مش. الناس لو فاهمت الجزء بتاع ايف زن الاواني دوت اعملوا لايك كده او ممكن اعيده تاني ما فيش مشكلة. لو حد مش فاهم يا جماعة يعمل لي اللي هي اللايك من تحت. اوكي تمامي. انا شايف كله مين زيزو? مين زيزو ده? ملك تمامي. زيو دي عمر ماشي. مرز. ماشي ماشي اوكي ماشي. انا عادة تاني. اوكي. بصوا يا جماعة. في عندي حاجة عندي اسمها. في حاجة عندي اسمها ايف زن. ايه ايف زن ديت? ايف بنكتب هنا بعدها السؤال اللي انا عايز اقوله. تعايز تسأل تقول ايه يا مصر? زن الاجابة. يعني ايه الاجابة? يعني لو السؤال دوت صح هننفذ اللي بعد كلمة زن. طب لو السؤال ده غلط بيش هننفذ. زي ما انا كاتب لكم هنا مسلا. الاكس بتن. اهو كاتب لكم الاكس بتن. ايه في الاكس بيجرر فايف? لو الاكس بفايف بيجرر فايف. زن. زن هيحصل ايه لو هي بيجرر الفايف. هنطلع مسج بوكس ام اس جي بوكس يعني مسج بوكس. وهنكتب جواها جود. هنطلع مسج كده جواها كلمة جود. وهنوقف اند اف. اند اف دي يعني ايه? يعني خلاص. الاجابة خلصة. السؤال والاجابة خلصة خلاص. سؤال واحد واجابة واحدة بس. الله تستعمل كده? دي اللي هي ايف زن. ايف زن. طيب لو احنا دلوقتي هنتكلم مع اللي بعدها. اليمين. لا ايف زن ايلس. ايه بقى ايف زن ايلس? ايف زن ايلس ديت لو انت عندك سؤال. والسؤال دوت ليه اجابة من الاتنين. مش الاتنين. لأ واحدة بس من الاتنين. يعني انا دلوقتي بكتب كلمة اف. بعد اف هنا في المكان ده القدامها اللي فاضي ده. بنكتب السؤال. زن. الاجابة لو الاجابة لو فالس. يعني ايه الكلام دوت? يعني انا اسألك سؤال. السؤال اللي انا اسألو لك دوت. لو انت قلت لي ا هرد عليك رد. لو انت قلت لي لأ هرد عليك رد تاني خالص. زي ما قدامنا كده الاكزامبل بص بيقول لك ان الاكس بتن. ايه في الاكس بيجر فايف? هل التن بيجر فايف? اه. طالما ان اه يبقى هيطلع لكلمة جود. طب لو احنا شلنا الاكس ديت. اللي هي التن دي. وحطينا مكانها تو. هي تو بيجر فايف? لأ. طالما اني لأ يبقى ساعتها مش هينفذ الجود. يلازم. مش هينفذها. هو ما لا يطلع لي ايه? هيطلع لي كلمة باد. هو بيطلع واحدة من الاتنين. يا اما دي يا اما دي. تفاكرين لما قلت لك انت جعان. انت الطبيعي ان انا بستني منك رد من الردين. انا دلوقتي بقى في الكلمة عمنا اسألك سؤال. لو انت قلت لي اه انا عندي رد ليك. طب لو انت قلت لي لأ برضه انا عندي رد ليك. انا عندي رد في الحاجتين. طيب ماشي كده? طيب لو انا جيت قلت لك اتجعان هتقول لي اه فهو حطي لك اكل. ده الرد الاولين اللي ايه ايه مسج بوكس جد. طب لو انت قلت لي مسلا لأ هقولك طب تشرب شي ده رد تاني. دي اللي هي باد. خلاص تايم كده? طب الله. اما يا مستر الاولانية دي ايه? الاولانية ديت احنا كنا بنسأل. احنا كنا بنسأل سؤال والسؤال ده هو تغير مالوش غير جابة واحدة بس. لما انا جيت سألتك. قلت لك انت جعان? فانت ردت عليها قلت لي اه فهو اوكي انا حطيت لك اك. طب لو انت ما ردي او انت ما قلت لي لا انا مش جعان. انا مش هرد عليك اصلا بقى. ولا هقول لك تشرب ايه ولا ما تشربش ايه ولا اي حاجة خلاص. انا سألتك سؤال قلت لي حاجة خلاص انا رديت عليك الرد اللي هو ايه طب اوكي ماشي احط لك او مش هتكلم اصلا. دي اللي هي ايفزني. بمناسبة برضو في حد كان بيسألني الفرق ما بين الوسائل والاحداث. الوسيلة دي التعلمات اللي انت مفروض تنفذها. طب والاحداث? الاحداث بيتنفذ بقى فعليا. فعليا بيتنفذ. يعني مسلا. انا جيت دلوقتي بقول لك عايزين نلعب لعبة. اللعبة اللي احنا عايزين نلعبها ديت نقول مسلا ايه? كورة مسلا? خلاص تقيم كده? طيب. احنا دلوقتي بنفكر اهو وبنشوف احنا هنلعب كورة ايه? احنا خمسة احنا ستة احنا عشرة. كل دي اسمها وسيل. ان احنا هنجمع فريقين وهنعمل. طيب. اول ما نجيب الكورة. ونلعب فعليا دي اسمه حدث. حاجة حصلت. حاجة حصلت. عشان كده دايما بيجينا في نشاط الابار بيقولك ايه? اهم حاجة حصلت. خلاص خلصت جت اتعملت خلاص. خلاص تمام كده? يعني مسلا انا جيت هنا هو. بص انا هوريكم مسلا هنا. اهو. بصوا كده. سواني هكبرها لكم. تمام اهي. انا كبرتها لكم اخر اهي. ايه الفرق ما بين الثلاثة دولارة يا جماعة? دي واللي جنبها واللي جنبها. الهم ما الثلاثة اللي موجودين دولارة. اللي انا واقف عليه يا دي. اللي هي الشرطة دي. اللي هي الماينوس دي. دي اسمها ودي احنا بنصغر الشاشة هنحطها تحت موقتها ننسبة مفتوحة بس ننسبة تحت. طب واللي جنبها دي اسمها او دي بتكبر لي الشاشة. طب واللي جنبها دي اسمها كلوز. كل واحدة في دولة عبارة عن كئن. ده عبارة عن كئن. وده عبارة عن كئن. وده عبارة عن كئن. قلنا من ضمن الحاجات الخصائص بتاعت الكئن اللي قائن ليه خصائص وليه وسائل وليه احداث. اول واحدة عندي. اللي هي اكس? ده عبارة عن كائن. بص من ضمن الخاصات بتاعته وطلع لك كلمة ايه او اما وقفت عليه بالماوس. انا وقفت بس بالماوس. لما قف عليه بالماوس هيطلع لك اسم. دي سمها الحتة دي او البوتن دا اسمه كلوز. يعني ايه? بيقفل. طب اللي جانب بيه لو انا وقفت عليه بالماوس هيطلع لك ايه? هيطلع لك ده بيعمل بيقبر او بيعمل طب التالتة لو انا وقفت عليها ديت هيقف لك هيقول لك اسمها ايه? دي اسمها خصائص. طلع علينا الاسم. طب هو الاسم بس. لا واللون. تخيلوا بص دي لون هي ايه? دي لونها احمر. اللي جنبها مالهاش لون. ونفس الكلام اللي جنبها مالهاش لون. فدي دلوقتي من دمن الخصائص بتاعتها ان هي لها لون. اللي هو اللون الاحمر اللي موجودة عندنا. خلاص? دي كده اسمها الخصائص. طب التانية الوسائل. دي معمول لايه? البوتن ده معمول لايه? عشان نقفل منه. انا قفلت. لا انا ما قفلتش. انا بقول لك دلوقتي بس ان ده بيعمل كزا. العربية احنا بنستخدمها لايه? عشان نمشي بيها. بنركبها توصلنا. دي اسمها وسيلة. طيب. المروحة عشان ايه? تجيب لي هوك. اول ما اجي بالماوس واعمل كليك. ادوس هنا. يعني اقفل. ده اسمه حدث. نفست بقى اللي هو اتعمل عشانه. اول لما اركب العربية وامشي بيها. ده اسمه حدث. نفست اللي هو اتعمل عشانه. اول لما اشغل المروحة والجيب لي هوا. ده اسمه حدث. نفست اللي هو اتعمل عشانه. ده الفرق ما بين الخصايص والوسيل الاحداث. تاني تاني والاخر مرة لو انا حبيت اقول لك انا بدور على ولد صغير تايه. فانت عشان تدور معي وتساعدني هتسألني السؤال الطبيعي. شكله ايه? لابس ايه? يعني لازم تقول لي كده حبت حاجات اعرف منها الولد ده عشان ادور معاك. طيب احنا دلوقتي الولد دوت هقول لك الولد دوت بيتكلم واسمه محمد طوله مسلا متر آآ لونه ابيض دي اسمها خصايص. طيب الوسائل انت هتدور بازاي? انت هتدور ازاي? ايه رأيك? تيجي ندور مسلا نروح للجوامع? تيجي مسلا نجيب ميكروفون? دي كده اسمها? وسيلة. الاسم عماتش حاجة. طيب التالتة بقى الحدس. ان انا جيب ميكروفون وادور عليه. يا محمد حاولت تيجي اسمه محمد. ان انا روح الجامعة وانده في ميكروفون الجامعة يا جماعة حدي. لا ولد صغير اسمه. ده اسمه ايه? حدس. انافذ بقى. انافذ اللي انا اتعمل عشان. ده للناس اللي سألت في المسجيات الفريق ما بينهم وما كلهم. لا استورة شغيرة الصراحة. مفيش حاجة بتقطعها. انا فكرة اندخل من البايل بتاعي معاك وسامع نفسي عادي مفيش اي مشكلة. لو حد عنده سؤال يكتب لي هنا كده وانا هجاوبه قبل ما اكمل الباقي. لان الحتة اللي جاية داية مهمة جدا. استنى اكو دقتين كده. لو حد عايز يكتب اي حاجة. لو الناس فهمه خلاص قطيه ماشي. الله يفضل ما انتم بتعملوا هجر كده بتعمل تمام. 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 ها? في حد لوقتي اتنين قالوا لي تام والباقي عا بيعمل لي بيعمل اللايف. ماشي يا عم تغبط اللايقات في وشي خلاص. اه ده? تمام تمام. كله تمام? طيب. خلصنا خلاص من ان الموضوع الكائن دوت. نخش في الموضوع التاني اللي هو افزن. افزن. تمام? افزن تمام? بالله. ها? طب انا هقول تاني افزن بسرعة. افزن ديت احنا قلني ايه? افزن ديت لو انا جيت سألت سؤال او انا هقول لك مسلا ان انا هسأل سؤال هو. بص هقول لك ايه? ان الزد اقوال خلاص استعم كده? هقول لك اف. اسأل بقى اف ان الزد بيجر زن. يعني لو الزد بيجر زن. زن ايه بقى? زن دي يعني نفذ. هنفذ ايه? هقول لك طلع لي ام اس جي بوكس. يعني طلع لي المسج ديت جواها مسلا هلو. خلاص كده? طيب وبعد كده اقول لك ايه? يعني ايه يعني خلاص انا سألت السؤال وخلصته. خلاص انا خلصت السؤال. خلاص تمام كده? دي اللي هي اول واحدة اللي هي افزن. السؤال ده السؤال. اللي انا معلم عليه ده اقول اللي انا معلم اللي احمر ده? ده السؤال. زن اللي جابها لو تروك. اللي هو هينفس دي. اللي هو هينفس دي. خلاص تمام كده? ده اللي هو اف اف زن دي اول واحدة. نيجي بقى للاف زن. هنكتب كده. هنكتب دابليو اقوال بطيف. يعني الدابليو بطيف. هنكتب اف ان الدابليو سمولر التن. يعني لو دابليو سمولر التن. هنعمل ايه بقى? زن. يعني لو هي بقى فعلا سمولر التن هقول له كده. ان الدابليو اقوال دابليو بلاس وان. زود لي على الدابليو وان. طب لو هي لقى. ايه لس بقى? لو هي لقى? هقول له الدابليو اقوال دابليو بلاس فاير. وبعد كده هنزل تحت وكتب بالطريقة ديت. طيب يا طرح عندنا هنا الدابليو بكام. تعالوا نشوفها كده? اولا انا عندي هنا الدابليو فايف. وده السؤال اهو ده كده السؤال. هي الفايف سمولر التن? اهو سمولر التن. طباما? طالما سمولر التن يبقى ساعتها هننزل ننفذ ده بس. ساعتها هنا هتبقى الدابليو بكام بسيكس. وخلاص. ده كده مش هيتنفذ. ده كده مش هيتنفذ. ليه? لان احنا نفذنا الزن. طب تعالوا لو انا غيرت مسلا. لو انا قلت له مسلا الدابليو بفيفتي. اهو. زي كده. طيب هنقول بقى اهو. ايه في ان الفيفتي سمولر التن? زن. هل الفيفتي سمولر التن? طبعا لقى. طالما انه لقى يبقى ده مش هيتنفذ. اما هننفذ مين هننفذ ده? ساعتها هتبقى الاجابة هنا كام? ها? قولولي كده? تمام. هتبقى فيفتي فايف. الفيفتي اللي هي وكمان هنزود عليها دي اللي هي السؤال واجابة من الاجابتين. طيب. نرجع عندنا بقى بعد كده للنوع التالت اللي هو التكرار. احنا عندنا دلوقتي في عندنا حاجة اسمها التكرار. ايه التكرار دوت? التكرار دوت ان انا اكرر حاجة معينة. في عندنا منه عندنا نوعين. النوع الاولاني حاجة اسمها ايه الدوايل ديت? الدوايل ديت ان انا افضل اعد لحد لما يبقى ايه امت يا مستر لكن يبقى ما اعرفش. عد لحد لما انا ازهق. امت هزهق ما اعرفش والله. ده اسم الدوايل. انت عايز يشغل رغنية. رغنية انت عايز يشغلها دي حبيبها مثلا. فانت دلوقتي اشغلتها. طيب بعد ما شغلت رغنية. امت هتقرس رغنية؟ عادي. وقيت تخلص وقت ما تخلص. طب هي خلصت. فانا بدوس على ازرار يعني قرار تاني. فهتفضل كل ما تخلص تعيد. كل ما تخلص تعيد. كل ما تخلص تعيد. دي اسمها الدويل. طب امتى هتفصل? اعرفش بقى لما يفصل شحن. لما الكهرباء تقطع لو انا مشغالة على او على كاس ايا كان يعني. طيب. النوع التاني اللي هو الفور. ايه بقى الفور والنكس? الفور والنكس دي احنا بنستخدمها لو انا عارف البداية والنهاية وهزود كام? البداية والنهاية وهزود كام? يعني عديلي من لحدتين في كل مرة هنزود مسلا طيب. دي اللي هي. تعالي كده نشوف مسلا على لو انا جيت قلت لك كده. قلت لك مسلا اولا بتاعتها بيقول لك ان بعد كده بنكتب اللي هو السؤال في المكان دوت في الحتة ديت. وبعد كده الاجابة او اللي هيتنفز طول ما السؤال دوت. يعني مسلا اجيق لك كده. ان الاكس اقوال فايف كده الاكس الفايف. دو وايل ان الاكس سمولر السبن. يعني هل الاكس سمولر السبن? اه. طالما ان اه يبقى هنيجي تحت هنا اكس اقوال اكس بلاس وان. هننزل تحت هنا هنقول له ايه اكس اقوال اكس بلاس وان. يعني ديت هنزود عليها هو انا هتبقى بكامة سبن. اللوب دي معناها ايه? ارجع اسأل تاني. ارجع اسأل تاني. هل الاكس بقت بيجر السبن ولا لسه سمولر السبن? طيب هل الاكس دلوقتي سيكس هنسأل هنا هي السكس سمولر السبن? اه سمولر السبن. هننزل تاني هنا. نقول له الاكس بلاس وان. يعني سكس بلاس وان. بقى السبن. نجي عند اللوب. نرجع تاني. هي السبن. السمولر السبن? لا خلاص كده احنا خلصنا. دي اللي هي مين? دي اللي هي الدو وايل. الدو وايل لو انا حبيت اسأل سؤال. والسؤال دوت بهايفضل شغال طول ما هو طروب. طيب اول ما يبقى هنقف خلاص مش هننفذ. لازم يبقى عشان نقف. خلاص تمام كده? ده اللي هو مين? ده اللي هو ده اللي هي الدو وايل. تعال نشوف اكزامبل عليها كده. معلش. الاي بيجار التن. انزل بعد كده اقول له. اي اي اكوال. اي بلاس اا اي مينس. بقى كده لوب. يا طرق الاي هتبقى بكامل? قول ليه كده الاي هتبقى بكامل? كله بيكتب ففتين. كله بيكتب ففتين. طب تعالوا بص في كده باشا? تعال بص. اول مرة احنا. قوال ان الاي بيجار التن. هي اه طالما ان اه يبقى هننفذ ديت. طيب تعالوا يعني لو تطلع ايه? اول مرة هي بتوينتي. طيب وبعدين لما هننزل هنا هي اه بيجار التن. فهننزل في المكان ده. ايه? ماينس فايف. يعني هنقص منها فايف. هتبقى كام? هتبقى ففتين. نيجي عند اللوب. اللوب دي معناها ارجع تاني اسأل السؤال. شوف السؤال ده. بقى طيب هي الففتين. اه طالما ان اه هنفذ ده تاني. يعني ففتين ماينس فايف. يعني هجي هنا هو. ففتين ماينس فاين بكام? بتن. اهي هتبقى تن. ارجع تاني. هي التن? بجار التن? لا. خلاص يبقى مش اكمل. يبقى انا دلوقات الايه تلعب بكام? بتن. الايه تلعب بتن? طيب انا هكتب لكم سبب. وانتو تحلوه. يلا يا رجالة. الايه هتطلع بكام? اكتبولي كده يلا. ايه اكوال تو? دو ويل ان الايه سمولر التوين الففتي. هي اه. طالما ان اه هننزل هنا معلش دي بلس. هنعمل ايه بلس توينتي? وتطلع بكام? او مرة ليها هتبقى بطور. هننزل نزود عليها كام توينتي. فهتبقى هنا كام? دي او مرة. هنطلع نسأل سؤال تاني. نرجع تاني. هي ايه? اه. فننزل نزود كمان تاني. فهتبقى هنا كام? هتبقى فورتي تو. هي الفورتي تو. اه. هننزل نزود تاني. هتبقى كام? هتبقى سكيستي تو. سمولر التوينتي? لا. يبقى الريزلتين هنا هتطلع كام? ما تتلع سكيستي تو. تمام كده? خلاص تمام. ده الجزء بتاع الجزء التاني واخر حتة عندنا اللي هي الفور والنكسس. ايه الفور والنكسس ديت? قلت لك انا بحدد لك انا هتعدي من اول كام? وهتوقف عندي كام? وهتزود كام? يعني اول حاجة بتاعديها بنكتب كده. اسم المتغير اللي احنا هنعد به. هيعد من عند كام? هيوقف عند كام? هيزود كام? زي مسلا الاكزامبل اللي تحت ده. قل لك يعني هتعد من عند ونت. وهتوقف عندي وكل مرة هتزود تو. يعني هيعد ازاي? هيعد يزود عليها تو هتبقى سري هتزود عليها تو هتبقى فايف هتزود عليها تو تبقى هتزود عليها هتبقى هنقف عند الناين. دي اسمها الفور. انا حددت لك هتبدأ من عند كام وهتقف عند كام. ده ده الجزء بتاعنا اهوت اللي هو بتاع اخر واحدة انا هكتبها لكم هي لو جيت قلت لك سيرتي قولي الارقام كده اكتبوا لي الارقام او استنوا استنى الرقم ده كبير او سيرتي ده الصباح هنخليها الحد يلا. عايز عد من لحد بكل مرة هزود بكل مرة هزود سريع ناسف. عشان نشوفكم انتم فهمت ولا لأ. طلعوا علي الارقام كده كل ارقام. بس تولة شغالة وزي الفولت. انا قفع عند بس كان هو عايز اقف عندي انا قفع عن سكيستي ازاي? اه? سكس? طب بص على كده انا هقول لك بقى نمشي ازاي? اول مرة هتبقى status. ساني مرة هنزوض عليها سريع هتبقى task. هنزوض كمان سريع هتبقى assimم هنزوض كمان سريع هتبقى. هنزوض كمان سريع هتبقى سيفنتين هنزوض كمان سريع هتبقى دي الاركام بتاعتنا خلاص مش كده دي اللي هي انا كده خلصت جزء بتاع وخلصت ارجع لحضراتكم تاني لو حد عنده سئل بس هستاذن حضراتكم بقى هنمشي الحصة هتمشي كالتالي. الجزء يعني بتاع اسئلة. انا هفتح المايكات. اللي عايز اسأل هيفعل ايديه بعد ازن حضراتكم. ما حدش جاوب غير اللي رفع ايديه. اللي رفع اللي مش رفع ايده. هيفتح المايك انا هترده. ما عنديش مشكلة. اطلعه خلاص انا خلصت الحس. خلاص تمام كده? انا هوقق بس التسجيل لان احنا خلاص اوكي لحد هنا ولا استنوا نكمل? لا خلاص خلينا نكمل مش هتفرق. خلاص ماشي يا جماعة? اللي عاوز يرفع ايديه. عندكم اهي? اي. يقدر رفع ايده من هنا كده. لو حد عايز يسأل اي سؤال. حتة لتحت ديت عندك. حسن وزيزو. قسر. حد ايش رفع ايده. يلا هنبدأ. ماشي يا جماعة. يلا هنبدأ بالترتيب كده. آآ ملك. رفع عاديها. اي انا واقفة عاديها الاكونتي بتاعي يلا هسأل اي فتاحي ما يبقى انا? مين بقى معي? انا ملك. بول يا ملك. حضرتك طلبت مننا ان احنا نعمل موقع عن اي حاجة احنا حايزينها. انا بعد اما بعمل آآ بكتب الكود وبدوس بادوس باكتب يعني آآ الاسم اللي انا عايزة بدول صيف. بعد كده انا المفروض ان انا عامل ايه? السؤال اللي بعد كده ده بتيالي مش هيبقى ظريف. الطبيعي ان احنا بنسايف وانت مجربتش قبل كده في المجرسة احنا مجربين اربع مرات. فايل سيف ونروح نشغل كود. فايل سيف ونشغل كود. ماشي. طوقة حمدي. خلاص يا ملك نزل ايديكي. طوقة حمدي. مستر هو لو عايزين من نفس زي اللي حضرتك بتعمله. هنخشت ازاي? اللي هو ايه اللي انا اشرحه دلوقتي? او. اللي انا اشرحه دلوقتي ده حالدالبي احنا هناخده في الالعاب الاسبوع الجاي ان شاء الله. ما تستعجليش. حاجة تانية? ماشي شكرا يا طوقة. فرح مصطفى. فضل يا فن. مستر هو حضرتك في تسجيل عشان راية يعني بعد كتساعة خمسة ونصف. انا بدي حضرتك في الاسبوع. طيب اصفى راجع على الفيديو اللي هينزل ان شاء الله. نزل ايديك. او تمام ميش شكرا. مران محمد. يا الله حضرتك يا مستر انا الصيز انا الصيز بتاع الصورة عندي وانا بقى من الموقع مش راضي يتغير. حط الصورة جوه الفولدر. مرحبا جوه الفولدر بتاع الكواد اللي احنا شغالين بيه? تمام ماشي انا حطيتها والصيز برضو اه في مشكلة في الصيز. الصيز انت بتكلم على الصيز ولا الصورة مش ظهرة? اه. الصيز دي حيب في قلبي في عندي حاجة اسمها ويتس. ويتس دوت اللي هو عرض الصورة هبقى نزلها لكو حول. تمام ماشي شكرا. ماشي. حسن يوسري. مستر بعد اذا كان عايز افهم. مين? حمزة حسن. ايه حمزة ماشي. مستر بعد اذا كان عايز افهم قاعدة الفور. الفور? الفور. بص يا فاندي انا خليك معي. واشروح لك دلوقتي حالا. اعد يا حمزة. لا ايه صح يا حمزة? احنا مش جايين لنام. عد. عد ايه يا مستر? عد ارقام وانت هتعدي بطيخة ايه ارقام? حمزة همضيع وقت كله في النوم. يلا يا فاندي معد. رحمة والنبي انت يا اخوك جايين تلعبها يا رحمة انا مش عايزة اقفلها يا رحمة يا رحمة. نزل ايه دجور فينو مايك. ايه يا طوقة ومفيش غيرك ولا ايه? الناس اللي رافعة ديها خلاص كده مكتوب مها محمد? ماشي مها محمد مين? نا مستر انا ارسل بس ده موبايل مونتي. تمام اتفضل يا فاندي. اه مستر بعد ما ندخل على البنت ونرسم الصورة. ازاي نخلي الصورة اه تنور وتدفي. في برنامج احنا اشتغلنا عليه اسمه ايزي جي اي اي اف انيميتور. افتح جوجر واكتب ايزي جي اي اف انيميتور هتنزل البرنامج اللي يخلي الصورة اه جافة. ماشي شكرا. اه عندنا جودي عمر. قدال يا فاني. مستر ممكن حضر ركت عدي اخر حتة اللي هي بتاعت الدويل? او اللي هو السؤال الاخير. اتفرج عليها في الاعادة يا حبيبية قلبي. وانا هسألك دلوقتي حاجة واحدة بس. عدي ارقام كده? اني ارقام. اي ارقام يا حبيبتي ارقام بتاعتنا وانتم صريحة. عدي. ايوة الحد ايه? حد ايه? لا اعدي الحد ما نزهق. اعدي. اون تو سري فور فاي سيكس سيفن ايت نين تن. بص يا جميل. اللي انت بتعملي ده غلص. ليه بقى? ام. الطبيعي ان انت لما تيجي تعدي انا بقولك عدي الحد ما نزهق. ممكن تقولي لا الطبيعي يعني تقولي كده. زهيتها مصر? هقولك لأ. تقولي تو. زهيت? لأ. زهيت? لأ. ممكن ازهق بعد تو. ممكن ازهق بعد سريح. فانت لازم تسألي السؤال. انت ممكن تعدي منوان لحد تن وبعاكد تقولي هيا انت زي تقولك ده انا زيقت من تو. بس انت ما قلت ليش. زي مكنة التصوير. مكنة التصوير دي احنا بقول لها صوري. بس احنا بنحدد لها. تمام كده? بنحدد لها دي دي اللي هي فور. بنحدد لها عايزين نصور عشرة. فابتجي عند عشرة وتوقف. لكن احنا بقى لو احنا جينا عند الاغنية جينا عندك وانت بتعدي تقولي واند زهيق هقول لك لسه. تو زهيق هقول لك لسه. هي بقى دي دي دو واي. ماشي. شكرا ني مستر. بس تغيرين بيها لحد ما فوق تبقى فولس. امت امت تبقى فولس مش عارب بقى. ماشي تمام شكرا ني مستر. آآ في مروة سمير. انا يا سين يا مستر. اتفضل يا فندم. اه مستر مش حضرتك والكلان الحصة لفتصة اللي احنا نعمل موقع عن اي حاجة احنا عايزنا. اه يا فندم. ماشي طب انا دلوقتي عنده الكمبيوتر مش شغال. اه در اعمل الموقع من على الموبايل اللي هو لا يا فندم لان فيه صور احنا بنحطها. من الموبايل مش طعب تحط صور. احنا بنستخدم الموبايل في حاجات معينة. انا استخدمت اول حصتين. ما استخدمتوش الحصة اللي فاتت. والحصة الجاية مش هنستخدمه. الحصة اللي بعدها احنا هنستخدمه على طول. كده يعني. في حاجات معينة. كمان ماشي. شكرا الله. ماشي حبيبي. شكرا الله. ماشي. في حد فهد رافع يديه. مين يا فندم معي. انا قاسر. اتفضل يا قاسر. انا عملت دلوقتي الصورة الجيف. وجاي احطها في كتلت الكود بتاعها وجاي اعمل اه شوف التست مش بتتحط. حط الصورة جوه الفولدر وبقى بعد كده اصور الكود ونزله عالجروب وانحنا انا هقول لك ايه الغلط او زمالك اقول لك ايه الغلط يا اسر. حاضر يا ماستر. يا رب مهند بيه? اتفضل يا فندم. السلام عليكم. مصر وانا عادي اعمل بتاعي في البيت قبل ما اجيل حضرتك. اللي هو بتاع ايه يا فندم? اللي هو الموقع. اه ما انت هتعملو بالبيت اما احنا قلنا كده مرة اللي فاتت. انت بيت جايب حاجة جيدة يعني. معيش والله عشان انا كنت ناسي. كنت ناسي ما انت حد طولد انا اخر بالدنيا واعمل موقع على. ايوة لأ لأ اما انا ذاكي الموقع وجئيست كل حاجة. بس انا مسأل حضرتك عادي اعملو اينا ولا لا? ماشا يا مهندة. حاطيت التطش خلاص? تفل يا مهندة. لا والله يا مصر والله عشان انا عندي الكمبيوتر هنا. ماشا يا مهندة. ماشا يا مصر حبيبي. لو عالسة رفع قديها وسألت خلاص. توقع يا حمدي انت رفع ايدك ليه? ورح مصطفى رفع قديها فهد. ها? طب انا هنزل ايديهم وهو لو حد عايز يسأل خلاص اوكي ماشي. ها? لو حد عايز يسأل تاني يا جماعة يرفع ايديه. مصر اللي مش عايز يسأله خلاص يعجيه يخلص خاصه فيهم كل حاجة يقفل. اه تفضلي يا فاندي مع السلامة. مع السلامة شكرا جدا. توقع. قولي يا توقع اتفضلي. مستر هو انا لما بقيت بالكود ولما باجي بقى اروح عشان ينفس لنا كتبته ما بيجي لصفحة بيدا مش بينفس حاجة. بتسييف يا توقع سيفتي يعني اللي انت عملتيل الاول? او. حل. طبعا ان انت سيفتي. بصي حقيقة قلبي. احنا عندنا حاجتين. يهم انت الكود كتباه صحي وهيشتغل. يهم الكود كتباه غلط. عارفة يعني كتباه غلط. وهيصلك في الصفحة ان هو غلط. فان يزلك صفحة بيضة يعني انت مش كتبه الله واكبر عليك حاجة خالص. يعني الغسيل بتاعك فلة. لأ انا كده. كده? وسيفتي? او. وسيفتي بنفس المكان اللي انت حط فيه الحاجة? او. حلو. بص يا جميل انت هتعمل اللي انا هقولك عليه ده. موبايلك الجميل انت هتشغل على موبايل طبعي عالكمبيوتر طبعا. ام. انت هتمسيق موبايلك الجميل. وهتصوري لي فيديو وانت بتعملي كل الخطوات ديت. وتبعتيه على 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 الصفحة. على على الجروب. ونشوف انت سيادك بتعمل ايه? ميش. بصني انت دلوقتي بتقول لها حاجة انا بتشايفها انا هشوفها ازاي. فانت صوري لي وبعتي لي. خلاص يا جماعة لو في حد عندها سئلة تانية يتفضل احنا كده خلاص خلصنا الجزء اللي انا عايزة اشرح ده. مع محمد يتفضل. اه مستر انا عيسي قلت لحضرات. اه مستر اه محمد والله ماشي. اه مستر اه بعد ما نعمل احنا هناك في المدرسة عملنا الهوم. اه وعملنا الفيجن. اه. اه اه او عملنا الابوت. الهوم والابوت. هنا في البيت نعمل البيت? ولا نعملها المرة الجاية البيت? اه نفس الفكرة يا حبيبي. ايه واما كلهم نفس الفكرة. الفكرة ان انت ازاي تحط الصورة في الموقع وان انت تعمل نفس فخلاص احنا جربناها خلاص يبقى هيبقى زي بعض. يعني اجيبتك دلوقت شو بقول لك بص احنا هنعمل اه هنعمل الرز مسلا بطريقة فلانية. خلاص يبقى هيبقى كله كده. كل طريقة عمل الرز اللي انا اترك عليها دقيقة. مفيش جديدة. هي طريقة عمل الصفحة خلاص كده. احنا نجيب الصورة ونكتب الكوت دوت هيتنفذ. تماما. صلاح? الناس صلاح. اوكي. خلاص لحد هنا كده يا جماعة احنا.